مرة أخرى يفشل مجلس الأمن في التواصل لاتفاق بشأن الأزمة اليمنية والجلسة التي خصصها المجلس لمناقشة تطورات المحادثات السياسية بين الحكومة والميليشيا أنتهد دون ما كان يفترض أن تخرج به وهي دعوة وفد الميليشيا للتوقيع ذا الاتفاق المقدم من المبعوث الأممي والذي وفقت عليه الحكومة لسبوع الماضي المبعوث الأممي إسماعيل الدشيخ أحمد قال في إفادة المقدمة للمجلس أن ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تزال ترفض مسودة الاتفاق مطالبا المجلس بالتحرك إلا أن المندوب الروسي أفشل هذه المساعي بعد رفض صيغة بيان كان يطالب الميليشيا بالتوقيع والتعاون مع المبعوث الأممي قبل أن ينسحب من الجلسة البيان كان يفترض أيضا أن يدين المجلس السياسي المعلن من قبل الميليشيا لكن المندوب الروسي حال دون ذلك وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من قبل الميليشيا على لسان رئيس وفدها للمحادثات في الكويت يبدو أن الموقف ذاهب نحو سدال الستار على الجولة الأطول من المحادثات السياسية اليمنية دون ما اتفاق مع تأكيد مصدر في الوفد الحكومي عن عودة أخيرة لرئاسة الوفد إلى الكويت بغرض المشاركة في البيان الختام للمحادثات وتقديم الشوك للكويت والمبعوث الأممي على مساعيهم حسب قوله يبدو الموقف برموته بلا أفق مع استمرار رفض الميليشيا التوقيع على الاتفاق وتزايد الشكوك المثارة حول كون هذا الحل المقترح حلا جيدا إذ أن بنود المسودة المقدمة قد لا تشكل مقدمة لحل النهائي فعلا مع استمرار المبعوث الأممي في مساعيه للبقاء في الوسط الذي لن يفضي إلى أي مكان وهو ما يجعل هذا الاتفاق يبدو وكأنه دائرة أخرى من دوائر الحلقة المفرغة التي تسير فيها الأزمة اليمنية ولا حل قريب